عادل ما ربع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم مستمعين مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية حلقة جديدة من برنامج كيف نكون قدوة برنامج كيف نكون قدوة يجيكم كل يوم أحد وأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحا تقدروا تسمعونا مستمعين عن طريق الراديو أو تحمل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور أو البلاي ستور أو تروح مباشرة على الموقع الرئيسي www.000fm.com تواصلكم معنا رح يكون على 012-61-1600 011-217-85-85 أو شاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على تويتر على ALIF-ALIF-FM موضوعنا في هذه الحلقة من كيف نكون قدوة موضوع مميز بعنوان أندية مدارس الحي الترفيهية والتعليمية لليوم عندنا رح يكون أكثر من ضيفة حلقة اليوم أول الضيوف عندنا أستاذة ابتسام الردادي مديرة إدارة نشاط الطالبات في تعليم جدة ومثلة برنامج أندية مدارس الحي تصبح عليك بالخير أستاذة ابتسام صباحا نور أهل السحر يا أهلا فيك كيف الحال؟ الحمد لله بخير الله الحمد لله حلو بنسمع كثير أستاذ ابتسام عن النوادي ونعرف من أول أنه كان في نوادي معهودة ومعروفة هذا المشروع تحديدا إيش اللي يميزوا عن بقية الأندية اللي عرفناها؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلامة والسلامة العشر من الأندية المرسلين طبعا أندية مدارس الحي تغيرها من الكثير من الأندية نوجد أندية كثير مماثلة لها سواء كان خارج المملكة أو داخلها تهدف إلى شغل أوقات الفراغ لما ساعدها إلا أندية المدارس الحي تختلف عن بقية النماذج الأخرى كونها تخدم سكان الحي المحيط فيها اللي هي موجودة فيه وبشكل مجاني دون دفع رسوم لعملية التحاقهم في النادي أيضا تعتبر أندية الحي أندية بيئة توفر بيئة آمنة جاذبة للمرتادات أو المرتادين لهذه الأندية لأنه اللي يشرف على هذه الأندية هي كوادر تعليمية من داخل السلك التعليمي طبعا مؤهلين تربويين فهذا يعطيها خاصية أنها تكون بيئة آمنة لمن يرسعدها هذا ما يميز الأندية تقريبا أندية مدارس الحي عن بقية الأندية الأندية جميل طب بالنسبة للرسالة التي تقدمها هذه الأندية هل في رؤية واضحة تسعى أن تكون أيضا هذه الرؤية واضحة للعيان؟ نعم هناك رؤية ورسالة للأندية هي معلنة لكافة أفراد المجتمع رؤية الأندية هي أندية مدارس حي جاذبة لمجتمع واعد ولديها رسالة أيضا واضحة في سميتها للتفاعل الاجتماعي من خلال استثمار أوقات الفراغ لأفراد المجتمع ومرتاديها وخاصة طلبة من أفراد المجتمع من خلال تقديم برامج ترويحية برامج تربوية تنموية تؤدي أو تسهم هذه البرامج في بناء شخصية الطالب والمرتاد نفسه وتفقل المواهبهم أيضا تسعى إلى تعزيز القيم في نفوس المرتادين داخل الأندية أيضا هي أندية مدارس حي نموذجية من خلال كوادر بشرية متميزة وأنشطة نوعية هذه هي الرسالة التي تهدف أو نعمل على ضوئها في أندية مدارس الحي ونسعى إلى تحقيقها بمشاعة الله حلو جميل يعني الهدف في النهاية أستاذ ابتساء مو بس أوقات الفراغ بالأشياء النافعة بل في أيضا أهداف سامية أخرى جميل نعم نعم طب حلو بالنسبة للفئة المستهدفة لهذه الأندية الفئة المستهدفة هم سكان الحي أفراد المجتمع في الحي وبالدرجة الأولى يكون للطلبة والطالبات طبعا بكافة الفئات سواء كانوا رياض أطفال طلاب تعليم عام طلاب التعليم العالي ذو احتياجة خاصة موهوبين جميعهم يعتبرون من الفئات المستهدفة حلو جميل طب بالنسبة للأعمال طبعا زي ما ذكرنا زي ما ذكرت أن المستهدف الأساسي هم طلاب والأفراد المجتمع بما فيهم أسر الطلاب طب بالنسبة للأعمار وإحنا الفتيات بشكل عام هل لها مكان؟ نعم هناك أندية مخصصة للبنين وأندية مخصصة للبنات حلو مستقلة تماما جميل هي طبعا أندية الملاحظة أنه أندية مدارس الحي هي تقام في مدارس حكومية في مباني مدارس حكومية خلال الفترة المسائية حلو طب بالنسبة أستاذ ابتسام للأعمار هل الأعمار بيبدأ الموضوع من عمر معين؟ أو أي سن يقدر الانضمام لهذه النوادي أم لا؟ جميع الأعمار تميل رياض الأطفال إلى ما لنهاية أي شخص يرغب الانسحاص يمكن البحق هناك أيضا في هذه الأندية وفق برامج توضع وفق عمر والفئة العمرية واحتياج الفئة واحتياج الفئة هذا البرامج ممكن تكون مخصصة لرياض الأطفال برامج مخصصة لسن الابتداعي وهكذا لجميع الفئات العمرية جميل بما فيهم كبارة سن أيضا حلو جميل طب دوي الاحتياجات الخاصة فئة مهمة جدا في مجتمعنا أستاذ ابتسام ما نصيبها من هذه الأندية؟ دوي الاحتياجات الخاصة مثل ما ذكرت في السابق أن هم أحد الفئات المستهدفة في أندية الأحياء ومتى توفر عدد منهم في أحد الأندية يتم تصميم برامج لهم تتناسب مع إعقتهم وتلبي احتياجهم طبعا يوجد نعمل لشراكات أو يكون عندنا دعم قصة إدارة التربية الخاصة في مثل هذه البرامج في إدارة التعليم طبعا والآن في توجه كبير الافتتاح عن دي مخصصة لدوي الاحتياجات الخاصة تم افتتاح ناديين في إدارة التعليمية في الأحسان نادي للبنين ونادي للبنات وربما يكون هناك افتتاحات أخرى في المستقبل مثل هذه الأندية طبعا يعتمد ذلك على الاحتياج والعدد الموجود جميل جدا رح نكمل أكيد موضوعنا أستاذ ابتسام ومستمعينا في كيف نكون قدوة لكن فاصل بسيط وراجعين خليكم مع السماء ومكملين مستمعينا موضوعنا في كيف نكون قدوة لليوم عن أندية مدارس الحياة الترفيهية والتعليمية ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذ ابتسام الردّادي أهلا وفهلا أهلا فيك من جديد أستاذ ابتسام حلو طبعا قبل الفاصل أستاذ ابتسام كنت بسألك عن نصيب ذوي الإحتاجات الخاصة من هذه الأندية بالنسبة لأوقات الدوام في هذه الأندية أستاذا أوقات الدوام هي أربع ساعات في فترة المسائية لمدة أربع أيام من يوم الأحد إلى يوم الأربعة طيب أكيد في مجموعة مجالات كثيرة للأنشطة مجالات الخدمة والأنشطة يرد تشرحي لنا هي أكثر بالتفصيل ما هي المجالات الموجودة والأنشطة تحديدا طبعا عندنا عدد من المجالات التي تنفذ في داخل كل نادي من بينها مجالة الصحة والأنشطة البدنية والترويحية هذا يهتم بقدم برامج تعزيز الصحة أنشطة بدنية تكسب المرتادين اللياقة عندنا هذا أول مجال عندنا أيضا مجال التنمية البشرية هذا يهتم بالتربية على المواطنة وتعزيز قيم المواطنة لدى الأفراد لدى المرتادين وتقديم برامج طبعا خاصة بتعزيز هذه القيمة التعزيز الواطنة أيضا تقديم في نفس المجال ممكن تقديم برامج تحتم بتطوير الذات وصناعة الأعمال وريادة الأعمال عندنا أيضا مجال للبيئة والأنشطة العلمية وقدم فيه من خلالها أنشطة علمية للمرتادين وتدفعهم إلى حفاظ على البيئة والممتلكات الدولة الممتلكات العامة أيضا عندنا من ضمن المجالات مجال الاجتماعي ومجال الثقافي هذا يهتم بتنمية المهارات المرتادين سواء كانت ثقافية أو المسرح الإلقاء أيضا يهتم بالاحتفال بالمناسبات الوطنية والعالمية إلى جانب الاحتفال حتى أصبحت الاندية الآن تحتفل برضو من ضمن مجال الاجتماعي الاحتفال بالمناسبات الخاصة التي تكون داخل لدى الأفراد المنتحقين بالنادي فيعطيهم هذا طابع يعني يعطيهم الانتماء يعزز الانتماء لهم للنادي لدى المرتادين أيضا في نفس المجال هنا اهتمام بالمواهب الفنية والمهنية اللي هي الرسم الخط كل هذه تتم من خلال الاندية طبعا هذه المجالات اللي ذكرتها يوجد موظفات أو مشرفات برامج نسميهم داخل الاندية كل مشرفة تكون معنية بمجال من هذه المجالات يعني في كفاءات متخصصة محددا تنطلق من هذه الاندية عشان اكيد لانجاحها على اي اساطة تتم اختيارهم على اساس كفاءتهم تحديدا جميل طيب بالنسبة لا فيها مش بس على كفاءتهم يعني اختيار المنسوبات النادي لعدة معايير تفضلي من اهم المعايير اول شي انها تكون سعودية لازم تكون من منسوبات التعليم وما تقل خبرتها عن ثلاثة سنوات ويكون لها مشاركات ايضا في التعليم مشاركات في البرامج والانشطة لابد ان يكون مؤهلها تربوي سنزكية من جهة عملها اللي هي مدركتها اللي يكون موجودة فيها ان تجتاز اختبار تحريري يتم اعداده وايضا المقابلة الشخصية التي يتم عملها للمتقدمات طبعا احنا في استقطاب الكفاءات هذه طبعا في بداية احنا بنعمم على جميع المدارس بنطلق بنزل تعميم للمدارس للراغبين في العمل في الاندية ويتم تعميم صدور تعميم بذلك والتسجيل في الرابط المحدد بعد كده يتم التأكد من استفاءهم لكافة الشروط ومن ثم اجراء الاختبار والمقابلة الشخصية وترشيح الاميز والافضل للعمل الداخل النادي تم استاذة ابتسام وضع اطار لحكمة برنامج اندية الحي الترفيهية والتعليمية هل ممكن توضحي؟ نعم يوجد من ضمن ثلاث مستويات للتقسيمات الادارية في الاندية اول شيء مستوى تشريعي وهذا يكون مستوى تشريعي في من اختصاص وزارة التعليم بالاضافة الى شركة التطوير طبعا تحبي اطرأ بس القي فيك او ضفيطة القضوا على مهامهم او اكيد اكيد طبعا من المستوى التشريعي هذا يشرف على كافة الاعمال البرامج يعتمد الخطاط والبرامج يعتمد السياسات حل المشكلات التي تواجه الاندية برضو هو المستوى تشريعي ايضا هم من يحددوا افتتاح الاندية وتوزيعها على المناطق الادارية تصميم برامج تعليمية تنفذ على مستوى الاندية في كافة مناطق المملكة طبعا ووضع معايير للجودة هذا ما يخص المستوى التشريعي المستوى الثاني اللي هو المستوى الاشرافي مستوى الاشرافي من يكون فيه اللي هو شركة تطوير ممثلة ببرنامج اندية مدارس الحي وادارة التعليم طبعا ايوه طبعا هذا المستوى يتم من خلاله ايضا وضع الخطط التي يتم اعتمادها من المستوى التشريع من الوزارة ومن شركة تطوير ايضا وضع خطة زمنية للافتتاح بالنسبة للمستوى الثالث او اللي هو اخر مستوى اللي هو التنفيذي المستوى التنفيذي هو عبارة عن او يكون فيه ادارة التعليم واندية مدارس الحي طبعا برضو لهم مهام اللي هو تشغيل الاندية في الادارة التعليمية والاشراف عليها كادارة التعليم طبعا اعتماد خطط الاندية التشغيلية ترشيح المقرات اللي هننفذ فيها الاندية تكليف الموظفات والداخل الاندية الموافقة على الشركات الشراكات مع المؤسسات ادار برضو خطة التنمية المهنية لهم وقبول الرعاية الرعاية بالنسبة لدرخل الاندية طبعا هنا التنفيذ يكون من نفس المنصوبات مشرفات البرامج وقائدة النادي في وضع تصميم البرامج وفق الاحتياجات عمل مسح لاحتياجات في البداية في الاحتياجات الطريق وتصميم تنفيذ هذه البرامج رعاية المواهب اللي تكون عندهم هذا بشكل سريع للحوكمة في اندية الاحياء جميل طيب أستاذ ابتسام هل برنامج يستهدف اعداد وتهيئة عدد معين من النوادي الحية للبنين والبنات؟ ما في ذؤال يعني هل برنامج نفسه برنامج اندية الحية ترفيئة والتعليمية يستهدف عدد معين من هذه النوادي يعني هل سيتم اعداد ألف نادي ألفين نادي نعم هو في بنهاية عشرين عشرين من المسترد أن يكون عدد الأندية المفتتحة ألفين نادي ألفين نادي ألفين نادي الآن مفتتح خمسمية وعشرين نادي ثلاثمية وتسعة للبنين وميتين وحداش 11 نادي بنات جميل جدا في مختلف أكيد مناطق المملكة في مختلف مناطق المملكة في جميع المناطق حلو جميل ترجمة نادي ترجمة نادي ترجمة نادي طيب أستاذ ابتسام ذكرتي مسبقا أنه اللي حيقدروا مثلا أنهم يشتغلوا في هذا البرنامج هم المعلمات في المدارس طب هل في أحد يعني آخر ممكن أنه حاب أحد مثلا من بره شخص تجي تكون عندها كفاءة أو خبرة وإلى آخر تقدر تقدم على العمل في هذا البرنامج؟ طبعا كعمل لا يمكن لكن لا يمكن أنها تكون إحدى منسوبات النادي لكن هناك مجال في الاستفادة من هذه الخبرات من خلال الشراكات المجتمعية ممكن أنها تنفذ بالشراكة مع النادي طبعا بعد أخذ الموافقات الرسمية على الشخصية وأيضا على البرنامج اللي هي حابة أنها تطرحه أو أيضا الشراكات لا تقتصر على أفراد بل أيضا ممكن تكون الشراكات مع جهات حكومية وجهات خاصة وجهات حكومية أو خاصة ولكن طبعا بعد أخذ الموافقات الرسمية عليها الموافقات الرسمية مهمة جدا مهمة جدا سواء إذا كان على البرنامج يتم الرفع فيه إلى إدارة النشاط واعتماده من الفريق التنفيذي عندنا هنا في إدارة التعليم طبعا حيكونت فريق التنفيذي برئاسة تعادة المديرة العام للتعليم يعتمد إذا تملت الموافقة على البرنامج وعلى الجهة بشكل مبدئي طبعا يتم إحالتها لأخذ الموافقات من مارس منطقة مكة جميلة أستاذة تسامحة بشكرك يعطيك ألف عافية المعلومات الجميلة شكرا لك شكرا يعطيكم العافية وألف شكر لكم على تحت هذا الفرصة وألف شكر لكم على إلقاء الضوء على أندية الحي أندية الحي أندية جميلة هادفة أتمنى من كل أفراد المجتمع الاستفادة منها وارتيادها وإن شاء الله بإذن الله يجدوا ما يترهم فيها بإذن الله وإحنا بدأنا أكيد نسمع لكم كل التوفيق والنجاح تحياتي لك يا أستاذ ابتسام كان معنا عبر الهاتف الأستاذ ابتسامر الدادي مديرة إدارة نشاط الطالبات بجدة وممثلة برنامج أندية مدارس الحي واستمعينا فاصل وراجعين خليكم مع السماء أرحب فيكم من جديد مستمعين برنامج كيف نكون قدوة أكيد موضوعنا في هذه الحلقة هو أندية مدارس الحي والترفيهية والتعليمية ضيفنا أيضا في هذه الحلقة والأستاذ ناصر العبد الكريم مدير عام التعليم في المدينة المنورة صباح الخير يا أستاذ ناصر صباح الخير يا أهلا فيك يا أهلا فيك أستاذ ناصر كيف الحال الله يحييكم يا مرحبا على سهل أهلا فيك بداية أستاذ ناصر حاببين أكيد نسألك من نسمع كثير عن الأندي هذه المعهودة والمعروفة يعني قد مر علينا أندية كثير في حياتنا إيش اللي يميز تحديدا هذا المشروع عن بقية الأندية اللي عاهدناها من قبل بداية سنة أصبح عليكم جميعا بالسخير والسرور ويوم سعيد إن شاء الله بالنسبة لأندية الحي نسمع عن أندية كثيرة لكن نسمع عن أندية خصوصية أندية رياضية أندية ثقافية لكن نادي الحي ميزته نادي مفتوح نادي حدفه يعني تعليمي ترويحي اجتماعي هو الحقيقة أوجد تل أندي هذه الأحياء أولا لإيجاد مكان آمن يحتضن شبابنا وبناتنا وفتياتنا ليمارسوا المهارات القريبة من ميولهم رياضية وإيجاد أيضا مجتمع آمن يختلطون فيه وتحت رقابة أيضا ينمي المهارات ونخلق جو أسري لأن النادي مفتوح يأتي للشباب فقط لسكان الحي الآباء الأمهات وأيضا النادي مفتوح للشراكات المجتمعية سواء الشراكات اللي تدعم النادي في بعض التجهيزات أو الحاجات اللي ممكن تساعد الشباب أو أنه يعني الدعم كتدريب كتقديم خدمات تطوعية للحي هناك برامج يعني يقدمها النادي في هذه المجالات فهذا النادي اللي يميزه وأنه نادي مفتوح وأيضا يستغل المقر ربما أنه يعني لا يوجد فيه حراك لا فقط لخمس أو ست أو سبع ساعات نقول يوميا الدوام المدرسي باقي اليوم المدرسة يعني مغلقة مدرسة منشعة فيها صلاة رياضية فيها أماكن تدريب فلذلك جاءت فكرة هذه الأندية حتى يعني أولا وقت فراغ الشباب يشتغل شيء ثاني تنمي ميولهم ومعاراتهم تنمي الولاء للوطن وقيادة هذا البلد الكريم أكيد أيضا بعات الشباب عن مصائد مصائد الفكرية مصائد السلوكية السيئة وخلق بيئة صالحة لإيجاد قدوات مميزة يعني اليوم بيشوف قدوات بيشوف أب مميز في الحي يعطي حديث لأبناء بيشوف معلم متميز بيشوف أستاذ أكاديمي بيشوف شاب عنده تجربة بيشوف قطع أعمال متميز حتى حيبانات الأعمال نادي ممكن أي شركة أو غربة تجارية تتعاون لتقديم حاضنات أعمال للشباب جميل هل يوجد أستاذ ناصر فئة مستهدفة؟ هو الفئة المستهدفة بالطبع الشباب لكن الحقيقة نادي مفتوح للجميع يعني اليوم احنا عندنا كبار سن يمارسونا اللياقة واللياقة أو يسون جم في النادي من كافة أفراد المجتمع أيضا ممكن النادي المناسبات الاجتماعية في الحي يعني فرح زواج معايدة لا قدر الله عزاء مثلا واحد ما عنده بيت ممكن أيضا النادي يعني يفتح أبوابه لسكان الحي بالتعاون مع مدير النادي وزملاء أو يمساعدون في هذا الشيء النادي وضع لخدمة الحي من جميع النواح الرياضية الاجتماعية ونضكزين على الاجتماعية أنه احنا يعني نهتم بأيضا أنه نرعى سكان الحي لتقديم خدمات تدريبية أسر منتجة في البنات أو تدريب على مهن للشباب مشاركة في معارض جميل كل هذه الجوانب يخدمها النادي حلو نصيب أيضا ذوي الإحتياجات الخاصة من النادي أكيد فئة مهمة جدا في مجتمعنا أسراد ناصر نعم ما نصيبه أيضا أيضا المجال المفتوح لذوي البروخ الخاصة ربما أنه الآن البرامج يعني ما هي بالشكل الكبير لكن الآن إن شاء الله بينزل بكج كامل برناع برامج كامل لذوي الإحتياجات الخاصة ومفتوح لهم المجال الآن أي طفل يعني عنده ظروف من ذوي الإحتياجات الخاصة يشارك وشفناهم في مباريات في أنشطة رياضية أو اجتماعية يشاركهم مع زملائهم حلو جميل طبعا نتكلم بأستاذ ناصر بالتفصيل أكثر عن مجالات الخدمة والأنشطة اللي تقدمها تحديدا أندية الحي حنا نتحدث معا من الأنشطة يعني من أهم الحقيقة الأنشطة الآن اللي سام فيها في أنشطة تطوعية يعني مثلا اليوم أنا شاهد مثلا بعض أندية الحي تسام في المدينة الخضراء يعني في التشجير مع الأمانة أيضا في تنظيف البيئة على الشراطة المناطق الساحلية أو المناطق يعني جميع البرامج التطوعية في خدمة المساجد في خدمة الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن دائما نشوف أنه طلاب الأمدية من المبادرين في هذه الأمور أيضا النادي يخلق فرص عمل وإن كانت بسيطة يعني بعض الأمدية مثلا عندها مثلا الفوت راك الآن بدأوا يدربون شباب يعني خاصة في المراحل الثانوية أو الجامعية أنهم يعملون في مثال المجالات يسوون حيانا السواق ده بزارات يعني داخل الأمدية الحي سواء في البنينة أو البنات من أجل يعني تعويد أبنائنا على المهن الحرة ودخول قطع الأعمال الأنشطة الرياضية حقيقة نحن نعرف أن الشاب يعني مرحلة الشباب مرحلة النشاط والحيوية والحماس صحيح ودائما السلوك المنحرف يعني نشوفه في سن الشباب هذا يعني الحرافات حيانا السلوكية والفكرية تكون لأنه فيه فراغ فراغ كبير عند الشاب يملأ يعني الناس السيئين سواء في السلوك أو في الفكر لكن الأمدية تعوضها بالجانب بإيجاد أنشطة رياضية تقضي على فراغ دائما الشاب يحتاج نشاط رياضي يروح فيه وأيضا يملأ فراغه ويفرغ الطاقة اللي عنده فالأمدية يعني مهتمة بهذا الجانب وفيه من الشباب من لا يهتم حيانا بالرياضة هو يحب النشاط الاجتماعي النشاط التطوعي تتيح له المجال فيه من الشباب من يهتم بالنشاط الثقافي صاحب رواية صاحب قصة أيضا الأمدية تتيح له هذا المجال بحيث أنه يعني يستطيع المعارسة هذا الشيء عبر مكتبة النادي أو مركز المصادر حق النادي يعني يتري ويسطى المواهب ويبرزها التجارب اللي عنده حلو جميل بالنسبة للكفاءات المتخصصة اللي تنجح هذه الأندية مين هم على أي أساس أيضا يتم اختيارهم؟ بالطبع الاختيار يتم أولا بالإعلان عن الفرص الوظيفية للمعلمين ومشرفين ثم تتم أولا تدرس يعني جميع السيارة الذاتية للمتقدمين ولمتقدمات تفرز بعدها يسوى لهم مقابلات ويعني دائما ما يأتي الأندية إلا الناس اللي يحملوا مؤحلات أو دورات في التعامل مع الشباب أو أنهم متخصصين في جوانب الرياضة أو جوانب التطويرية الأخرى أيضا هناك دورات تدريبية تقام لهم قبل دخول النادي وأثناء عملهم في النادي شركة تطوير للتعليم ومشروع الميكة تطوير التعليم يعني يهتم بالجانب هذا في تطوير أداء المشرفين على الأندية أيضا هناك مشرفين يقوم بتقويم أداء العاملين فإذا يعني لا قدر الله شافي خلال شافي قصور يتم معالجته أو أحيانا تعويض بإنسان مميز أخر لكن الأندية عليها يعني إشراف وفيه لجنة وفريق عمل يهتم بتطوير أداء العاملين ويهتم أيضا منتقاء التخصصات التي تناسب يعني فترة نمو الشباب دائما أن الشباب في سن المراهقة يحتاجون إلى يعني تعامل خاص وطريقة واعية في قضية التحاور مع هؤلاء الشباب صحيح أخيرا أستاذ ناصر وضعته إطار لحوكمة برنامج أندية الحيط ترفيهية والتعليمية توضح لهذه النقطة الحوكمة أنت حيب الطبع دائما أنت إذا بغيت تحوكم شي عندك تختار لجان من خارج الإطار اللي عندك حتى يحكمون على عملك حلو فشركة التطوير الآن تحوكم العمل عبر عدة أمور عبر استبانات تقييس فيها مدى أثر النادي على الحي وعلى أبنائنا الطلاب أو الطالبات يشارك في تحكيم هذا الأمر بيوت خضراوس ومستشارين وأكاديميين من الجامعات عبر تحليل هذه البيانات التي تصل نستطيع الحكم على الأداء وأيضا الإطار اللي وضع لأنه النادي له إطار منظم ولدليل عمل وكل هذه الأدلة تم حوكمتها باقي الآن لنقيس هل هذه الأطر والأدلة والأهداف اللي وضعت تم تحقيقها وفيه أثر على مستوى الأبناء والبنات الآن الشركة تقوم بحكم كل هذه الأمور عبر شريك خارجي حتى نعرف إلى أين وصلت الأندية وكيف تتطور إن شاء الله في المستقبل بإذن الله وإحنا بدورنا أكيد أستاذ ناصر نتمنى أكيد مزيد من الإزدهار والنجاح في هذا المجال التحديد أنا أعطيك ألف عافية شكرا لك الله أعطيكم العافية وابدا نحن أيضا ندعو المواطنين المواطنات اللي عنده فكرة اللي عنده اقتراح اللي يبشارك ندعوهم أيضا المشاركة في الأندية هذا يوم يعني أغلب المشاركات اللي عندنا من فئة الشباب إحنا أيضا نبغل أمهات الأباء يدخلون مع أبنائهم ويجلسون معهم ويجلسون معكم حتى النشاط الموجود داخل الأندية جميل أكيد يعطيك العافية مرة ثانية أستاذ ناصر شكرا لك مستمعينا كان معانا عبر الهاتف الأستاذ ناصر العبد الكريم مدير عام التعليم في المدينة المنورة أكيد يعطي ألف عافية يعطانا معلومات قيمة وضح لنا كثير من النقاط والأشياء الجميلة صراحة وكذا نكون وصلنا لاختام حلقتنا اليوم من كيف نكون قدوة مستمعين إن شاءتكم استفدتم من حلقتنا تقدر ترجعت معهم مرة ثانية عن خلال أو من خلال قناتنا في اليوتيوب على ALIF FM كنت معكم أنا سامية البيروتي في أمان الله اشتركوا في القناة